نتحدث أكثر عن مشروع القرار هذا معي عبر الأقمار الصناعية من قاهرة المحامي فايصل مجيدي رئيس مركز إسناد للقانون مساء الخير أهلا بك معنا سيد فايصل إذن تحرك غربي أمريكا بريطانيا فرنسا هل هذا التحرك سيضع إيران بالموقف كما يأمل كثيرون اليوم الوحيدة أمام المجتمع الدولي وبالتالي يوقف العبث الإيراني بالمنطقة مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام الواقع عن نشاط إيران فيما يتعلق بدعم الحثين بالأسلحة في الأساس هناك خبرة متراكمة لميليشيا الحثين تداء من تحديدا علقا على المدى الواضح في 2012 عندما قامت بتزويد الحثين بسفينة جيهان وان ثم جيهانتو وتتابع بعد ذلك وصول القطع البحرية ولهذا عند صدور القرار 21-40 في فبراير 2014 تم إنشاء لجنة عقوبات من خلالها يرى متابعة كل من يتعلق بأنشطة من يحاول تقويض الحكومة حينها ثم بعد ذلك تلأ القرار 22-16 الذي حضر دخول الأسلحة للحثين بشكل واضح ولهذا عندما أتى القرار الأخير الذي صدر في فبراير 2017 وهو القرار 23-42 وبالمناسبة كل هذه القرارات صادرة تحت الفصل السابع أي أن لمجلس الأمن بالفعل أن يتخذ إجراءات وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية وربما تصل إلى حق استخدام القوة هذا القرار مدد لجنة العقوبات ومن ثم لجنة الخبراء التي قدمت تقريرها في يناير إلى مجلس الأمن وطالبت بعرضه اتهمت بشكل صريح أن إيران لم تتخذ التدابير الواضحة لمن دخول الأسلحة إلى اليمن وذكرت من ذلك طائرات بلا طيار وأيضا قذائف قاصف ون وبركان وبالتالي حددت أن هذه الأسلحة إيرانية ومن ثم فإن بريطانيا التي تمسك بالملف اليمني هي التي بالفعل ستتقدم بهذا المشروع وهناك أيضا دعم ومساندة كما ذكرتم في تقريركم من فرنسا وبريطانيا وبالتالي عفوا وأمريكا وبالتالي يفترض وفقا لهذا الأمر ووفقا للقرارات المتراكمة التي هي ثلاثة قرارات تحت الفصل السابع إضافة إلى أربعة قرارات أخرى في القضية اليمنية وكذلك أربعة بيانات صحفية أن يتم بالفعل المضي في هذا القرار ومن ثم إدانة إيران بشكل واضح لأنها وفقا للقرارات تقوم بالعبث بشكل كبير بأمن المنطقة وتؤثر على الأمن والسلم الدولي ماذا عن دول الأخرى؟ البعض من المراقبين لا يستغرب إذا صح التعبير تغيير موقف موسكو من إيران في المحافل الدولية نعم هذا هي الإشكالية التي يراها البعض خصوصا أن يتحدث البعض أن موسكو تقول حتى هذه اللحظة بأنه لم يثبت عمليا أن إيران قامت بتزويد الحثين بالأسلحة غير أن موسكو في الأساس لم تتحدث عن صنع هذه الأسلحة ومنشأها الإيراني لكن حقيقة بالمتابعة لسير الملف اليمني تحديدا نجد أن موسكو لم يكن موقفها واضح في دعم الوجود الإيراني في مجلس الأمن نتحدث هنا على الأقل عن مرور قرارين تحت الفصل السابع أو ثلاثة إذا أيضا أضفنا القرار 21-40 ليس كما هو متعلق بالملف السوري ومن ثم ربما أن موسكو قد تلجأ إلى الصمت فيما يتعلق بهذا القرار أو عدم التصويت بمعنى أن هناك اتفاق شره كامل على موضوع الملف اليمني هذا إذا لم تقوم حقيقة موسكو بتغيير موقفها في اللحظات الأخيرة وبالتالي الاحتمالين قائمين بأن القرار قد يمرر أو أن موسكو في اللحظات الأخيرة قد تعترض خصوصا إذا ما تم إدانة إيران بشكل واضح والأدلة واضحة كما تعلمين فإن المندوبة الأمريكية قد استعرضت بالفعل للأدلة الواضحة والكاملة على إطلاق الصاروخ الذي أطلق على مطار الملك خالد في الرياض ومتلاه من صواريخ أخرى صحيح حتى بما أنك ذكرت المملكة العربية السعودية ما حدث وأن توجه هذه الصواريخ الإيرانية للمملكة لدولة لها هذا الثقل الإقليمي والدولي طبعا اعتبر منذ البداية بأن هذا لن يمر مرور الكرام ويعد خطا أحمر ما السيناريوهات اليوم فيما يتعلق بهذا المشروع إن كان روسيا امتنعت عن تصويت أو صوتت لصارح إيران ما أبرى السيناريوهات ما الذي سيجعل الدول تذهب للفصل السابع سؤال في غيرت الأهمية بالمناسبة التقرير الخبراء بالفعل أشار إلى أن الحوثيون يقومون بإطلاق صواريخ منذ تحالفهم كما ذكروا مع علي عبدالله صالح وبعد أن قاموا بمقتله ثم أن التقرير ذكر بوضوح أن الحوثيين يسعون إلى أن تكون الحرب إقليمية وليست أهلية كما هو حاصل الآن من خلال استهداف أراضي المملكة العربية السعودية واستهداف تحديدا مناطق مدنية وبالتالي بكل تأكيد فإن هذه النقطة التحول واضحة وخصوصا أن المملكة اتهمت بشكل واضح إيران باستهدافها واتهمت الحرس الثوري الإيراني ومن ثم أنا أعتقد بالفعل أن المملكة ستضغط معها الدول العربية خصوصا أن الكويت الآن هي التي ربما تترأس مجلس الأمن أو هي العضو العربي الممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن ومن ثم أنا أعتقد أن السيناريو الحاصل الآن أنه سيتم الضغط في سبيل اعتماد هذا القرار ومن ثم بموجب هذا القرار سيتم اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية لردع إيران ومن ثم إذا ما استمرت بتزويد الحوثين بهذه الأسلحة ربما البحث عن سنيرهات أخرى تعزز هذا الموقف وبكل تأكيد فإن الحراك على الأرض الذي يحصل الآن في الجبهات يتجه بالفعل إلى حسم المعركة عسكريا ونزع مخلب إيران من اليمن حتى لا تستمر بالتهديد بمعنى أن الحسم العسكري سيكون طريقا للسلام أنا أشكرك جزيلا من القاهرة المحامي فايسا المجيدي رئيس مركز السناد لسيادة القانون شكرا لك شكرا لك